من وقت لآخر يطور صندوق الاستثمارات السعودي من دفة استثماراته ومن توجهاتها ويسعى للتواجل في أسواق جديدة والسيطرة على أسواق بعينها والحصول على حصص سوقية أكبر في قطاعات بعينها ما هي تفاصيل الاستثمارات المتعلقة بالربع الأول من هذا العام بالنسبة للصندوق في السوق الأمريكي في الولايات المتحدة ننظر بمزيد من التفصيل للاستثمارات التي خفضها وخفض حجمها صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي حيث تراجعت هذه الاستثمارات خلال الربع الأول بنحو 22% من قرابة 56 مليار دولار إلى 43 مليار و 600 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022 بالنسبة للحيازات بالنسبة للأسهم لصندوق الاستثمارات العامة خفض صندوق استثماراته في عدد من الشركات من بينها فيزا ووالمورت التي حققت نتائج دون التوقعات وكذلك أيضا بلاك باور فيما زاد من حصصه في عدد من الشركات المهمة وهي تيك تو للألعاب وكذلك علي بابا بايبال وكذلك فارفيتش ننظر إلى استثمارات جديدة أيضا في متى وهي الاستثمار الأبرز في هذه الاستثمارات وكذلك بابليون وغيرها من الشركات التي وضع فيها الصندوق استثماراته الجديدة ماذا عن الاستثمارات التي يتوجه بها السوق السعودي أو صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي ننظر بشكل عام إلى توسعات لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا على وجه التحديد نشاهد أن الصندوق كان قد اشترى حصصا بأكثر من 5% تجاوزت مليار ومئتي مليون دولار في فبراير من العام الجاري في شركات يابانية وهي نيكسون وكذلك كابكوم للألعاب الإلكترونية كما استحوذ على الحصة الأكبر من شركة S&K اليابانية للألعاب الإلكترونية بعدما كان يمتلك 33% عظم حصته ووصل إلى 96% على مستوى الاستثمارات في الشركة اليابانية إضافة أيضا إلى ملكياته في Activision Blizzard للألعاب ب38 مليون سهم الملكية التي تعظمت قيمتها بعدما أقبلت مايكروسوفت على الاستحواذ على الشركة كما أسس صندوق الاستثمارات العامة مجموعة سافي التي استحوذت بدورها على شركة ياسأل وشركة في فيس إت وتم دمجهما تحت مجموعة سافي في ASL فيس إت جروب تحت مجموعة سافي كل هذه الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يتنامى بشدة في السوق السعودي وتعتبر السعودية واحدة من أهم اللاعبين في هذا القطاع الذي يبلغ حجمه مليار دولار في الفترة الحالية والفوائد المتوقعة لهذا القطاع والعوائد المتوقعة تبلغ 6.7 مليار دولار وذلك في عام 2030 بحسب بوستن للاستشارات كذلك أيضا سوق الألعاب الإلكترونية عالميا وصل إلى 300 مليار دولار كحجم للسوق ولذلك ترغب السعودية في السيطرة على حصص أكبر داخل هذا السوق الواعد الذي يضم نحو 500 لاعب للألعاب الإلكترونية في هذه الآونة أيضا لو نظرنا إلى ما نشاهده فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية والدخول في أسواق جديدة وتطوير قطاعات جديدة نشاهد قطاع الزراعة بالنسبة للسعودية قطاع الزراعة أطلقت صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية للقهوة وهذه الشركة هي التي سوف تضخ فيها السعودية نحو مليار ريال وهذه الاستثمارات سوف تكون في قطاع البن بهدف رفع القدرة الإنتاجية لقطاع البن السعودي ما بين أو من 300 طن سنويا إلى 2500 طن سنويا هذا الأمر الذي تسعى من خلاله السعودية لتعزيز هذه الزراعة وتحديدا في منطقة جزان السعودية لإنتاج البن العربي الذي تتميز به السعودية في هذه الأثناء إذن صندوق الاستثمارات العامة الذي ينوع ويطور من استثماراته في هذه الأثناء يعيد توجيه دفته في السوق الأمريكي